اشتركوا في القناة 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 يد أي شريحة من شرائح المجتمع سواء كانت فقيرة متوسطة الدخل أو عالية الدخل وفي نفس الوقت نحن نقدم منتج بيئي بمعنى أنه صحيا هو الأفضل من ناحية تغذوية كمان أفضل لأنه نسبة العناصر الغذائية فيه بتكون أعلى المواد الكيموية مش موجودة فيه بالمطلق وبالتالي هو لصحة البشر أفضل كثير ولصحة البيئة لصحة التربة لاستهلاك المي الأقل كل هاي طبعا عناصر بتخلينا احنا نتجه نحو الزراع البيئية كيف شايف سكان البدن يقبلون على الشراء هذه المنتجات؟ فيه إقبال مش بس سكان المدن أنا بنتج في قرية قرية هي مزارع النباني في بني زيد الشرقية لو أنا بدي أبيع كل الإنتاج في القرية القرية كمان تأخذ كل الإنتاج عندي أنا هدفي هون مش فقط البيع هدف التواصل نكون احنا في تواصل مع بعض كمزارعين لأنه احنا بنتبادل أفكار وخبرات وبذور كل هاي الأشياء من جهة ثانية هدف الترويج لمفهوم الزراع البيئي أنا هون بس جاي عشان أبين للناس أن المنتج البيئي أولا تكلفته أقل سعره أقل وإنتاج أعلى يعني أنا هدفي أكثر هو اجتماعي من جهة ومن جهة ثانية أروج لفكرة الزراع البيئي لأنه أنا أروج لهذه الفكرة من 20 سنة لاحظت أنه كمان في ورود أو الصباريات يعني أيضا ليس فقط خضروات صحيح حاي من إنتاجي فأنا بنتج كمان صباريات ولاحقا راح يكون فيه عندي إنتاج ورود يعني باقات إنه الشخص يكون عنده باقة ورد طبيعي لما بشمه الوردة الزهرة إذا كانت وردة جورية أو شيء من هالنوع لما يشمها ما يأخذ معاه كمان بقايا كيموية تشم وردة جورية خالصة بدون أي مواد كيموية فكمان الأشتال هاي إحنا بننتجها وبنسوقها كل التوفيق إن شاء الله يعني سننتقل إلى مزارعين آخرين جاءوا إلى هذا السوق مشاهدين ليروجوا لمنتجاتهم ويسوقوها أيضا في المجتمع المحلي يعطيك العافية تعرفنا على منتجاتك اليوم هي من العسل لكن لاحظنا إنه في كريمات صابون خبرنا عن منتجاتك طبعا إحنا كل المنتجات اللي عنا بلدية وهذه يعني مهنة قديمة عندنا في العيلي من زمن الأجداد إحنا مناحل رواب فلسطينة اسمي عثمان راضي من اللبن الغربية بديت المنحة لهذا قبل ثلاثين سنة تقريبا كهواية وكانت مجموعة دراسات حول إنتاج العسل العضوي الطبيعي لأنه كنا نفتكر بصراحة لإنتاج العسل العضوي وإنتاج العسل الطبيعي لحاجته العلاجية طبعا فبدأت في عدد قليل من الخلايا وطورتهم باعتماد الزراعة التقليدية أو تربية النحل التقليدية العادية التي تعلمناها من الأجداد وبعدين اتبعنا الطرق الحديثة في تربية النحل بأسلوب إنتاج عسل عضوي يعني مثلا في الشيء ممنوع نستخدم العلاجات الكيبوية احنا بنستخدم الأعشاب الطبية بنستخدم الزعتر في العلاجات النحل التغذية السكرية استغنيت عنها عن طريق تنقيل النحل من منطقة لأخرى حسب المرعة نحلنا باعتمد على يعني الترحيل بنرحله من مرعة لآخر عنا أصناف عديدة نتيجة تنقيل النحل وترحيله من منطقة لأخرى في عنا عصل صدر في عنا عصل جبلي في عنا عصل مرار في عنا عصل شوكيات في عنا عصل زحيف وإلى آخره حسب المنطقة المنتجات اللي عم يعني تشتغلوها منك المنتجات هذه بما أنه العصل هو علاج يعني يخرج من بطونها شراب مختلفة ألوان وفيه شفال للناس مش بس العصل يخرج من بطون النحل يخرج من بطون النحل السام يخرج من بطون اللي هو خبز النحل بيضيف عليه أنزمات النحل ويخرج من بطون النحل العكبر كمان العكبر هذه مادة يعني مادة علاجية مادة تحتوي على العديد من المضادات الحيوية في أوروبا المادة هذه بيبيعوها في الصيدليات كدواء يعني كدواء التعب عليه الواحد بيكون تكلفته حسب درجة التعب عليه الجودي كديش أنت بتتعب على المنتج تبعك كديش بيكون جودته أعلى إحنا لما ننكل النحل الهدف أنه نحصل على جودي أعلى طبعاً بتها تزيد التكلفة على الأكيد بتها تزيد التكلفة ولكن خلينا في التكلفة بتزيد التكلفة ولكن بتظلها في نطاق المعقول يعني كيلواء العصل عندنا ميتشكل فقط لغير هذا هو سعر العصل في كل العالم يعني أنا رحت على كثير من الدول وشهادت معارض سعر العصل يتراوح بين يعني ثلاثين دولار خمسة ثلاثين دولار في هناك عصل يعني العصل السدر ممكن يوصل لمبالغ حتى مئة دولار تقريباً فالسعر العصل عنا في فلسطين يعني سعر عادي من النطاق يعني ميتشكل في إقبال بتشوف من المواطنين في سوق الفلاحين هادي ساعد هذا السوق هلا أنا أول شيء بدي أحكي عن شغلتين بدي أحكي عن المنتجات المنتجات المنبثقة خلي المشاهد يعرف المنتجات المنبثقة عن العصل وبدي أحكي عن عملية التسويق يعني عن جودة العصل والتسويق والمنافسة في السوق خلينا أول شيء نخلص الموضوع المنتجات وهو إحنا أشرنا للمنتجات إنها تجميلية ولكن لن ندخل في تفاصيلها هي علاجية بالدرجة الأولى هي علاجية بالدرجة الأولى لأنها من منتجات خليط النحل من النحل اللي فيه شفاهم للناس بالنسبة للتسويق السوق الفلسطيني سوق مفتوح سوق يعني يغزو كل تجار العالم وكل يعني الاحتلال من جهة والتجار الجشعين من جهة سوق مفتوح ففي عنا بدتلاكي إنه العصل أحد المنتجات المزارعين أو أحد منتجات الفلاحين بالإضافة للمنتجات الأخرى يعني أنا بدأ أخص العصل اللي هوته مجالي العصل في عنا منافسة شديدة في السوق وفي عنا منتجات يعني كمية العرض أكثر من الطلب نتيجة الغزاء ونتيجة المنتجات الدخيلة والمنتجات المغشوشة والمنتجات المصنعة حتى العصل في عنا عصل مصنع بنلاكي دعاية دعاية كبيرة جدا على وعروض على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى في السوق يعني كيلو العصل يباع مع حوالي اثنين كيلو وثلاثة كيلو عصل يباع بسعر كيلو العصل الجيد باختصار كيف المواطن يميز يعني أنا ممكن أشوف العصل وما أعرف أميز فيه فكيف المواطن يميز قبل يشتع؟ أنا بنصح المواطن المواطن بعرف إنه العصل الرخيص هو عصل مغشوش المواطن بعرف هذه الميزة موجودة خصوصا في العصل بعرف إنه العصل الرخيص هو عصل مغشوش ما بدي أحكان السعر المواطن لازم يتحرى إنه يوخذ عصله من النحال مباشرة إحنا نحالين وفلاحين ومعروفين ما بدي أروح أجيب أنا عصل من بره تنشطوا على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا بحيث يسهل الوصول؟ في عندنا نشاطة في عندي نشاط أنا في عندي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي عصل رواب فلسطين ومنتجات مناحي رواب فلسطين نشيط عليها وبحط إعلانات دايما وبحط المنتجات وبعرض منتجاتي عليها وبعرض الأسعار بس بتلاقي منافس آخر بيجي مثلا بيكون كيلو العسل مع كيلو الشمع طبعا هذا بيكون مغشوش أو بيكون دخيل أو بيكون يعني فيه تسريب بالتالي يعني فيه منافسة فيه منافسة نتيجة عدم الرقابة لا يوجد رقابة في السوق الفلسطيني على العسل ولا يوجد حماية من الحكومة الفلسطينية للعسل وخاصة وزارة الزراعة وزارة الاقتصاد وأنا بقولها وبوجه لهم رسالي إنه يا عمي إحنا منتجين إدعمونا فقط إحمونا إحمونا من المنتج الدخيل إحمونا من المنتج المغشوش على أساس إحنا نقدر نقدم للمستهلك عسل ونقدر نستمر لأنه إذا ظل الحال على ما هو عليه يعني رايح يتلاشى قطاع النحل ومش بس قطاع النحل رايح يتلاشى وجود الفلاح والمنتج الفلسطيني والحفاظ المحافظ على الأرض كما تلاشى القمح عندنا إحنا زمان كنا نزرع كل شبر بالقمح اليوم فيش حدا بزراع كمح طالبة بحماية المنتجة طالبة من وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد والأجهزة الأمن إنه يحموا المنتج الفلسطيني البلدي ويمنعوا دخول المنتج الدخيل ويمنعوا وبطالب بوجود رقابة على إنتاج المناحل وجود رقابة نعم نعم هذه المطالب جيد عصر نعم إن شاء الله يعني هذه مطالب للجهات الحكومية بحماية المنتج المحلي الفلسطيني ومن المنتجات المغشوشة من الجهة وأيضا من المنتجات الدخيلة يعطيك الصحة عمي عمي خبرنا إيش المنتجات اللي بتبيعها وهي من أرضك نعم هذه المنتجات من أرضنا أنا من بيتونيا أنا اسمي الأستاذ عبدالله نبهان من بيتونيا هذا التين من تين أنا فيه إنك كرم تين نزرعين حوالية التين وهذه اللوبيا هذا التين بنبيع هان هذي بيع العلبة فيها تقريباً كيلو ونصر وقمس عشر وتشوي أنا عندنا اللوبيا برضو من عنا من إنتاجنا هذا اللوبيا اللوبيا البلدية الأصلية البتونية هذا هذو كله عندنا من بيتونيا كمان عندنا العنب البلد العنب البتوني هذا بنزرعةnae هان بس إحنا بنواجه هذا مره من الخنزير الخنزير خطرات بيجي التين لما يخبع هان بيكل التين بخربني العنب هذه أكبر مشكلة إحنا بنعاني منها ولذلك بنكون بتسييج رغم بنسييج البستان إلى إنه بظل إيش في مجال إن الخنزير تتحى في الأرض والتوهن هل توجهتوا لجهات رسمية لمساعدتكم في الحد من هنا مدينة بيتونيا بالقرب من مدينة رامالله نعم نتوجهنا للمسؤولين حتى في عندنا الناس من قوات الأمن الوطني خطرات بيجوا بالصيق يعني بين كلهم الخنزير خلا بيجوا يطخوهن وبعدين إسرائيل بترفض بتكون ممنوع المناطق الكريبة على إسرائيل وأهلي الخنزير بظالين في المناطق اللي تسامس وبيطلقوا الخنزير ممكن يعني لتدمير المنتوج يعني إسرائيل بحاولوا بيطلقوهن وبحاولوا يتكترن في المناطق المحمية من طرفهم وبعدين في الليل بيجينا عم زارع عم زارعنا بيخربن كثير يعني أكثر الفلاحين إحنا في بيتونيا يعني عندنا مشكلة كبيرة جدا اللي هي خاصة الفاكوس التين العنب الخنزير بتعمل على ضمار يعني خطرات بتلاكي الفلاح طول السنة في يوم واحد دمر كل المحصول تبعه وبعدين لما نبدأ يشكي ما فيش إحنا حكومتنا حكومة فخيرة ما بتقدر تدعم كل الفلاحين الفلاح بدي يدعم حاله بدي يدير باله على حاله بس إنما هالي بتكون أعمال مساندة يعني إحنا بنشتغل فيها كأعمال مساندة للفلاح بجانب الوظيفة بجانب العمل الرسمي اللي إحنا بنكون فيه أنا أستاذ مدرسة آآ ومتقاعي بتشجع طلابك على العودة للأرض والوزراء؟ أنا بشجهم بشجهم كثير كثير حتى لما بشوفهم وبشوفوني بنبسطوا كثير حتى مني أستاذ الدكتور سعيد أحد تلاميذي أنت يعني شعورك اليوم بتشوفه كمان عم يتبع نفس الخطوة نفس الخطوة نعم بعدين أمستعلم وصارت كمان هوت باعتبار الناطق الرسمي باسم الحكم الفلسطين لإعطاء دورات للفلاحين والمزارعين على مستوى الوطن العربي وعطاء العالم الإسلامي برضو يعني منتاز الله سبحانه وتعالى أكرم بالعلم والعلم طبعا بتزدهر الأمم وتتقدم الحمد لله رب العلمين وإحنا الفلاحين إحنا ما في عنا فلاحين باسم فلاحين لأنه الأراضي اللي عنا أصبحت عن طريق الإرض صارت صغيرة الملكيات الزراعية الصغيرة والملكيات الزراعية الصغيرة ما بتجيب هام هام عشان هين في عنا مشاكل بتلاك الفلاح يعني بتعني يعني أنا أبوي كان الوجه ستين ظلم توزعنا ستين ظلم على عشرة فإشي راح في الاحتلال وإشي ضلهان فإحنا بنحاول نستغل كل قطعة أرض الصغيرة اللي إحنا نستفيد منها ونزيد داخلنا ونصرف مصرف بيتي يعني أعطاه لأكثر ونأكل شكرا لك يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله يعني كما سمعتم مشاهدين هذه المشاكل التي يعاني منها المزارع الفلسطيني هنا في بلدة بيتونيا أو مدينة بيتونيا المحاذية لمدينة رامالله يعانون من الاحتلال الذي يطلق الخنازير يعني طيلة العام يتعبون على محاصلهم فتأتي الخنازير وتدمرها بشكل كامل في بعض الأحيان فهذه أحد المشاكل التي يعانون منها وأيضا المنتجات المغشوشة التي تغزو السوق وعدم حماية المنتج الذي يعني هو تكلفته ربما تكون عالية لا تتم حمايته من قبل الوزارات المختصة هذه مناشدات الفلاحين اليوم أو المزارعين اليوم للحكومة الفلسطينية لحماية منتجاتهم مشاهدين هذا السوق يقام للسنة الثانية في السنة الأولى كان يقام في مدينة البيرة في المركز الثقافي التابع لبلدية البيرة وهذا العام يتوزع بين مدينة رمالة ومدينة البيرة لتسويق المساعدة المزارع الفلسطيني على تسويق منتجاته في السوق المحلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر